موسيقى صباح الخير من النهاردة عايز اكلمك عن الرزق انا عايز اعرف احنا ليه حصرنا كل الرزق في الفلوس وبس يعني ليه سبنا كل النعم اللي حوالينا وحصرنا الرزق في كمية الفلوس اللي جاي لنا وبس على كده وبقينا بقى عشين حياتنا كلها بنشيل هم الفلوس وهنجيب فلوس منين ونعمل ايه عشان نجيب فلوس بالتالي ما بقناش بنستمتع بقى اي حاجة مع ان انت لما تدص حواليك تلاقي ان الرزق مش فلوس وبس رزق كوباية القهوة رزق قاعدة الصحاب رزق طب ايه يا جماعة ليه سبنا كل دول وابناش بنستمتع بالحاجات دي كلها ومركزين بس الرزق كله في الفلوس مش بس حتى الفلوس نحنا ركزنا في الفلوس اللي داخلها طب ما انت هتركز بقى في الفلوس طب ما تركز كمان في الفلوس بقى لربنا سطرها مخلكش تصرفها خلينا اديك مثل هو انت حضرتك دلوقت وقفتك على رجلك دي فلوس مش غيرك بيصرف كرسي متحرك وعكزات صحتك دي فلوس لان غيرك بياخد بحليل النفس ده فلوس كتير جدا لان غيرك بيدفع فلوس على جهاز التنفس الصناعي عمتا الامر مطروك لساعتك ويا طبعا ولينا كلنا لو ركزت كل همك على الفلوس ولو ركزت كل النعم وكل الرزق على الفلوس طبعا ناقصنا كلنا كتير جدا انما لو بصيت واستمتعت بكل حاجة حواليك واعتبرتها جزء من الرزق اللي جايلك وفكرت كويس ايه برضو الشر اللي ربنا حايشه عنك والفلوس اللي انت كنت مفروض تصرفها وبقيت متصرفهاش بسبب ساتر ربنا ماهو ده كله رزق موضوع في ادينا يا جماعة يا نهوينها وننبسط يا نزنوها ونتزلك صلاح الخير